والسلام عليكم وتتبعي قناة شوسبور مرحبا بكم أصرف حكيمي المولود عام 1998 في مدريد لأبوين مغربيين والذي نشأ وطرارا في أقاديمية ريال مدريد أصبح من أغلى اللاعبين العرب قيمة نظرا لجودته وصغر سنه حيث خاد غمار الاحتراف في العديد من الأندية الأوروبية ولاعب بجانب العديد من نجوم الكرة حيث بدأ كاحتياطي في نادي ريال مدريد قبل أن ينتقل إعارة إلى نادي دورتموند حيث زامل هالاند ثم بسبب مستواه الكبير انتقل إلى نادي انتر ميلانا الإيطالي حيث لعب بجانب نجوم كبار أمتال لوكاكو ولوطار مارتينيز وحاليا يلعب في صفوف نادي باريس الجرمان الفرنسي حيث تحقق معه بطولة الدوري وكذلك اللاعب بجانب أبرز النجوم كميسي بامبي ونيمار هذا كله ما زال صغيرا في السن حيث يبلغ حاليا الخامسة والعشرون عاما ومؤخرا أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن فريق مونشستر سيتي يرغب في التعاقد مع النجم المغربي أشرف حاكيمي وفق المصدر ذاته فإن سيتي يتطلع للتعاقد مع حاكيمي بالنظر أولا إلى مستواه الجيد وصغار سنه ولرغبة الفريق في البحث عن بدينة الإنجليزي كالووركور المرشح للانتقال إلى باير ميونخ وأوضح التقرير الإسباني أن مدرب مونشستر سيتي الإسباني بيب واردولا ينوي تحديث الفريق بجيل جديد من اللاعبين الشباب بعدما حقق المطلوب بالأثناء المجربة وتوجب تلاتية الدور والكأس ودور أبطال أوروبا وأكدت ماركا أن الفريق الإنجليزي سيحاول جديا تقديم أرض مالي المرتفع للاستفادة من خدمات حاكيمي الذي يعد من بين أفضل لاعبين مركزه في العالم في الفترة الحالية بعدما قدم مونديران متميز مع المنتخب المغربي وحقق نتائج جيدة مع فريقه باريس الجرمان وكان أشرف حاكيمي قد انتقل من انتر ميلان إلى باريس الجرمان في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون يورو ويمتد عقده مع نادي العاصمة الفرنسي إلى غاية 2026 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر